طيب التعامل مع الأطفال خاصة في أول سنين لهم بتكون لها طرق خاصة جداً أساليب مختلفة من طفل للتاني كمان احنا بنعودهم على حاجات معينة زي مثلاً أنهم يسمعوا الكلام يستجيبوا للنصايح كلها حاجات بتاخد وقت كبير أو يجهد من الأباء والأمهات عرفتها دلوقتي أنا بقى المستقبل أنا عايز أقولك أن في حالة عدم سماع النصايح إيه هو الشيء اللي واجب على الأم والأب باتباعه وهل العند من تجاه الأطفال ده شيء من الأشكال اللي ممكن نحنا نقومها بسهولة ولا نستجيب لهذا العند استجابتنا بره تبقى عاملة إزاي وإمتى نشد وإمتى نركي مع الأطفال أسئلة كتير جداً هنتكلم فيها مع الدكتور سام حسن خصائي النفسي وتعديل السلوك اللي منورنا نهارف للسلوك أهلا بحضرتك أهلا بك نعمل إيه مع الأطفال وخصوصاً في ما تعلق يعني تربية الأطفال فيه حاجات معاينة كتير فيها وخصوصاً القصة دي إزاي يخلي أولادي يسمعوا الكلام وإيه الحاجات اللي ممكن يعني يكونوا متجاوبين فيها مع النصائح أوكي خلينا نبدأ من وقت ما إحنا كنا قابل الهوى وأنا بتكلم في نقطة إن أنا على حسب ما بعود إبني وحسب ما بربي اللي اعتيات في المرحلة اللي هي بتاعت أول سنتين بيطلب من الطفل إن أنا هلتزم باللي أنا تعودت عليه فبيقابل مني بعد كده رفض لي لإن هي أنا بفتكر بقى خلاص إن هي مرحلة وخلصت فوقت الدلعة خلص يلا بقى نبدأ في الجد وهو ما عندهوش كده يعني النقلة بتاعت من الهزار للجد دي لا أنا متعود على الشيء وفجأة عايز أغيره فأنا بسميه دايماً العناد المحمود العناد اللي أنا أصلاً ربطه في الطفل زي ما يكون أيلالوا على حاجات مباحة ومسموح لها وفجأة الظروف عندي أنا منعتها يعني أنا منعمل للتلفزيون مثلاً وليكم بس أنا عندي ضيف بقولك يخش قطك روح تفرج على التلفزيون لأ أنت قيلة التلفزيون لا لا تفضل روح بس دلوقتي بيفضل مصر على لأ علشان هو متعود على نمط حياة أنت عودت عليه أوكي وبعد كده هو بالنسبة لي أنا بيسبب لي مشكلة أنت بتسمعش الكلام لأنت تسمع الكلام والحاجة اللي أقولك عليها هي تسمع الكلام فيه الاعتياد على الأخطاء التربوية اللي أنا وقعت فيها في أول سنتين من عمر الطفل هي اللي بجنيها بعد كده فبالتالي هي بتبقى المشكلة عندي مش المشكلة عندي مع إصرار اللي أنا عايز أفرد بقى شخصيتي عليه وأنت لازم تسمع الكلام عشان كده دي قلة أدب بقسر حاجات كتير وبقسرها في شخصيتي ابني فبشتكي منه إن أنا بقى فيه سلوكيات زي العصبية الكتب عشان يتفضل عقاب اللي أنا طول الوقت بلازمه به إن هو ممكن ألاقيه مش وصق في نفسه وشخصيته مهزوز ناتيك تلوم والانتقاد بشكل متكرر فحاجات كتير قوي بتبدأ إن هي تتكسر شيئاً فشيئ في نفسية ابني وحكاية أرجع أقول إيه اللي حصل في ابني وإيه اللي جاره والحاجات دي كلها إحنا أصلاً سبب مشاكل الولاد خليناً نبقى متفقين فيه ناس بتزعل من الجملة دي ولا خطأ مولود به لا للأسف ما عندهش ولا خطأ لأن الطفل جايلك عن فترة بالضبط الطفل لسه جايلك صفحة بيه ده إنت اللي بتنقش فيها إلا إذا إلا إذا لو أن الطفل مثلاً مولود بالطراب والطراب ده مصاحب ليه أعراض مخلية الطفل في حالة من النشاط الزايد وفي حملك أنت السبب فيه بقى لا يعني خليناً نقول ممكن تكون أسباب ورصية ممكن تكون تدخلت أسباب صحية في فترة حمل الأمة أو أثناء الولادة أو بعد كده بس يعني من الأساس أنت مش بيبقى ليك الدخل الكامل في الموضوع ده طيب بوسي خلينا نبقى متفقين أنه يعني أنا أنا كنت بحذر يعني في اللي فات لك خلينا نبقى متفقين الموضوع صعب شوية على الأهالي يعني ربنا والله يكون فعون كل الناس نهار ده الأمة والأب بيشتغلوا الاتنين عندهم مسؤوليات كبيرة جداً بيرجعوا البيت أصلاً تعبالين خلينا نقول أن شغلانة الأب والأم دي فول تايم يعني شغلانة ملهاش بريك ملهاش أجازات ملهاش حاجة تمطلوب منك طول للوقت تبقي بالرولز اللي أنت حطاها بهدوءك النفسي الكلام ده كله والناحية التانية الأطفال مش كده الأطفال شوية أب شوية دعون الحاجات دي كلها طيب أنا أتعامل إزاي كأم مع الطفل العنيد أنا خليته عنيد أنا ربيت فيه الحتة دي من غير مقصود أكيد لكن أنا النهاردة نتيجة لده عندي طفل خمس سنين أو أكتر في حالة عندي طول الوقت في عدم سامع للنصايح اللي المفروض أنا أعمله النهاردة طيب خلينا نقول حاجة أن أنا ما عنديش رفاهية تنازلي عن دوري يعني بمعنى طبعاً أنا أم فمعنى كلمة أنا أم عشان برضو هنبدأها من قبل ما نحل مشكلة أصلاً أنا لازم أعرف إيه دوري وإيه هي الحاجات الأساسية في دوري لأن موضوع خلط الأدوار زي ما أنت قلت أنا انشغلت بسبب صعوبة الحياة وظروف العمل فما بقاش عندي وقت أنا في الأول أنا مختارة دوري الأمومة بمحدة إراضتي محدش فرضه علي أوكي أنا مختارة أن أنا أكون أب بمحدة إراضتي محدش فرضه علي فنقطة نظام أنا أب قبل ما أكون موظف أنا بحقق طموحي بحقق ذاتي بحقق دخل أنا أب لأن أنت هتتحسب على النقطة دي قدام ربنا في المقام الأول أوكي تاني حاجة ابنك مش هيدور عليك في انشغالك لما يجبر ويقولك أصل أنت كنت بتحقق لي اللي أنا عايزه منك إحنا بنسمع من عيالنا بعد ما يجوا يلوموا علينا أنت أدتني فلوس ولا أكنتش عايز فلوس أنا كنت عايز الفلوس دي أقضيها معاك وإحنا خارجين مع بعض أنا كنت عايز اللعبة اللي أنت شترتها لي بالفلوس أن أنت تلعب معايا بيها مش أن أنت تعوضني عن غيابك بطريقة مادية وإنت مش موجود أوكي فدور الأب والأم هو اللي صعب في اختياري أن أنا أتحمل مسؤولية اختياري فبالتالي لما بكون منشغل هنا اللي بيخلق فجوة والفجوة دي بيبقوا عايزيني يحلوها أنا أغلب الاستشارات اللي بتجيلي بتلاقي الأم أول حاجة بتسألها أعقبه إزاي إحنا ليه بدأنا أعقابه ليه ما أبدأهاش بالاحتواء والتحفيز واشوف إيه اللي ناقص عشان أبدأ أعالجه فبتلاقي كل التفكير رايح ناحية أنا عايز أجلدهم أوكي والجلد هنا أول كلمة بتسمحها مني مفروض أن أنت لو هتلومي على حاجة مش هجلدك أنت زيتين عشان متفضليش أنت شايل عقد الدسزام بأن أنت مقصرة بس ألومني أنا موجودة في حياة أولادي بأنهي شكل بالشكل اللي هما بيخافوا منه قدام عينهم بس أول لما ألتفت كده بيعملوا المصايد ودي حاجة مش صح وغياب الرقابة رقابة ربنا سبحانه وتعالى في المقام الأول ورقابتي بعد كده في أن أنت رقابة ذاتك قبل ما أكون رقابتي في أن أنا وعي ابني ناحية الصح والغلط عشان لما أكون برا البيت ابني في مأمن هو عارف لا أنا مش هعمل كذا معاك لا والله مش هقدر ابنها مكان بيعيط وبيقلب الدنيا علشان يجيب حاجة معينة وبيعقبها ويحرجها قدام الناس لما أجيبش عالي وفيه ابني تاني لو عمل كده بتبصيله بصة بيسكت صح ولا أنا غالي تاني أنت متخاني اللي اتنين غلط اللي اتنين غلط اللي اتنين غلط لا بس التانترمز دي هي من هاش علاقة بيها الحالات الغضب دي هي بيجد بيبقوا الأطفال بيستكشفو يعني انت شايفة أن الأم التانية غلط ليه معالش باسان يعني الأم التانية اللي هي بص براءة دي اللي اتنين غلط اللي اتنين غلط فيه اوكي أولا نوبات الغضب لا أنا اللي مسؤولة عنها لو أنا ما كنتش عارفة احتويها من البيت أنا عندي مشكلة مخرجش براء البيت أنا بقول للأم كده اسبري لما تعدلي السلوك وبعد كده أنا هنزلك من البيت تدريجيا لكن إن أنا أنزل واتحط تحت ضغط نظرة الناس وقوم تعدل الناس بتبص علينا هو هيستغل ضعفك إن انت عملت رأيب بنظرة الناس فهيسوق فيها أكتر أوكي فبعد ما كان هو متطلباته إن هو شبطان في حاجة وعايزها لا هيقوم يضربني هيقوم سوري يعني يبسك علي هيشتمني هيتطول ممكن يوقع الرف اللي موجود وشفت المنظر ده أنا بصعد لأن انت مش مركزة معي انت مركزة مع نظرة الناس هو بيلفت النظر بالضبط فأنا هبدأ أبتزك تلاقي الأم تعمل زي طب أم أنا هجيب لك اللي أنت عايزه أم تعدل بس هو ده لأنا كنت عايزه أوكي قال لك إسمها إيه التربية الحديثة أو التربية الإيجابية ملهاش أي علاقة والله عشانا مصدومين ملهاش علاقة بس هولي حضرتك على حاجة موضوع التربية الحديثة هو انشقاق من جزء العلم النفس التربوي أنا ببحث أكتر جوة نفسية البني آدم مش جوة التربية أنا نفسيا محتاج أن أنا أتهندل قبل ما أتربى أوكي لأن أنا لو جبت طفل وأنا مش عارفة مراحل تطوره النفسية هوقعه في مشاكل تربوي فحدك فهمني فالجزءين هم مرتبطين ببعض بس الأساس نفسي الجزء الثاني غلط لي أو الأم الثانية غلط لي الطفل المطيع دي مش حاجة كويس الطفل المطيع دي عنده خلل ومشاكل كتير جدا أوكي الطفل اللي مشاكل واضحة ببقى سهل عالجه قوي الطفل اللي هو إيه دي لك شكل المطيع المنطوي ببقى خايفة منه لأن دراسات كتيرة أثبتت إن حالات الجريمة الأشد عنفة وبشاعة بتيجي من الشخصية اللي انطوائية اللي هي ما يبنش عليها أوكي اللي هو أنت تفضل يا ابني الكلب يا ابني أقول للأم طب إيه مشاكل تقول ما بتكلمش متوصلش معايا أوكي المدرسة حتى بتقول إن هو هادي ما بيعملش مشاكل بتعمل إيه بقاك معندوش ثقة في نفسه بس لو جيت اتكلمي حساس أبو دامع يعيط أوكي ده بيبقى مجرم بعد كده اه احنا نعمل نخاف يعني أنا لا أنا عايز أدي مساحة الأمني إن هو عبر عن نفسه ويعترض يتمرد ده الطبيعي يعني أنت إنسان في الأول وفي الآخر أوكي العقل أنت اللي بتمشي وراه في أن أنت بتقنع ابنك بالعقل لكن فكرة أنت مسيطرة أي سيطرة كاملة اللي هو بصوله يقعد دي إحنا كلنا تربينا عليك كلنا عندنا مشاكل ده معقولة غلط أنا مش بصدق أو الله ده فعلا أه طبعا بالاتفاق إنت مثلا يعني المشكلة اللي حضيك قلتها دي هنحلها إزاي بالاتفاق إحنا نزلين محددين الوجهة رحي مثلا نشتري طلبات للبيت ليك حاجة واحدة بس هنشتريها مش لعبة حلويات حاجة واحدة بس أوكي طيب إحنا نزلنا لقيت وجاب من عرفه أكتر من نوع حلويات أو شبطان في لعبة أرجع فكار وحط له بقى هنا حاجة مهمة قوي إنت لك حاجة واحدة بس أنا عايز أفكارك لأ أنا عايز اللي اتنين حاجة واحدة بس يا إما هقول نرجع البيت مشا نشتري حاجة دايما الأطفال بتختار الحل الأقرب إننا تكون إيدي فيها حاجة أوكي فخلاص أوكي روح حات الحاجة اللي إنت عايزها ورجع الباقي على الرف طب إبني شبطان في لعبة يفضل إن أنت تبقي نزلة من البيت هو مسك في إيده لعبة لأ أرجع فكارك تاني إحنا اتفقنا على حلويات إحنا مش نجيب ألعاب الألعاب ممكن نشتريها مثلا في الويك اند وإحنا راحين عندنا إبني ممكن يكون في مرحلة عمرية صغيرة مش عارف يعني إيه ويك اند بس هو فاهم يعني إيه ابنها كان فضح الدنيا كانت هي هادية جدا جدا بزبط وهو مسك كم حاجة عايزهم للبيت حلويات وهي قررت تحل الموضوع إزاي بقى إن هي تخليه ساعدها عشان هي محتاجة مساعدته فإن هو يجيب لها بقيت لحاجات تبروح حاتلي مش عارف بزبط شغلته بحاجة تانية صحيح ده بالاتفاق دايما بقول إن الطفل المتطلع هو نتيجة تلبية رغباته وهو في المرحلة العمرية الصغيرة تيتك كانت بتجيبه عمته كانت بتجيبه إحنا بنجيبه أول حفيد فبقى عنده شرح ناحية الأشياء طب أنا عايزك يعني أجبح الزمام اللي عمالها تجري حوالي نفسها دي يبقى حطه في إن أنا أصرف له انتباه ولو أبصد على صورة حبيبي فكرني إحنا في السوبر ماركت اللي إحنا هنجيب كذا وكذا وكذا فدايما هيبقى مشغول في تحمل المسئولية لأن ولادنا عشان تحلي مشكلتهم حطيهم في مسئوليات أوكي فهو شايل مسئولية أنه هيكون قد الصورة اللي إنت حطيه فيها ماما إحنا عايزين نفتكر أنت قلتي كذا أجي بقى أتعمد أنا فكرة طلباتي بس أهو إحنا قلنا إيه تاني أو ملاقي يعني مثلا بدايت إن هي تلف على الركر بتاع الألعاب بتاع الحلويات أنا بل حق أجيبه طب بزمتك ده مش تعب يعني هي هي نازلة تجيب حكة البيت ولا نازلة تشوف عين وراك أمومة وأبوة دي أكتر صعوبة من فكرة أنت موظفة وبتشتغلي صحيح لأن أنت بترأى بنفس بشرية محتاجة منك أن أنت تراعيها كأنها زي الزرعة بالضبط اللي عمتك بردام عينك أوكي فأنت بتجني اللي أنت بتحصوديه كل مرحلة والتانية أوكي فأحل مشكلتهم صحيح في الطفولة قبل ما يوصلوا لمرحلة المراحقة لأن مراحل المراحقة أصعب بتبقى أتعب بالضبط أتعب السركات بتكون سبتة أكتر أوكي التراوض مع مراحق بيكون ليه قدعيني بالعقل إشمعنا إشمعنا كل اللي حولي بيعملك ده وانا لأ بابا فلان بيصفروا كل ساعة مش عارفة فين مامة فلان جابت له أحدث تليفون في إدلاده بلزبط فبتلاقي أن أنا هنا مش بربي الواحدي أنا بربي في ظروف جبارة السوشيال ميديا الحاجات التربية المختلفة اللي حولي المدارس واللي بيحصل فيها حكات كتير عاوي صحيح فبتخش على مرحلة الوحش زي ما بيقول طب يعني مصطلح الاستقلال إن أنا في طفل أو في مراهق خلييني نتكلم بشكل أدق بيبقى عايزة أستقل عن أسرته وخلافه في أب و أم بيدوا المساحة دي بضوابط أوكي وبذات للبنات في مجتمعنا الشرق صحيح وفي أباء بيفرميلوا جامد وفي أباء بيسيبوا خالص المفتاح هنا فين يا دكتور المفتاح في وعي أنا ناحية أن أولادي مش ملكي أولادي ملكي الله عز وجل ربنا وهبهم لي إن أنا أرعيهم وحسن تربيتهم عشان في الأول وفي الآخر دي أرواح ونفوس مستقلة ليه حساب بيعد وقت ما خلاص هو بلغ بسن التكليف طب أنا قبل كده ملزم بإيه؟ بإن أنا أزرع فيه خوفه من الله عز وجل وإن أنا فهمه إن أنت شخصية مستقلة فعلا لأنه أصلا ما هو شخصيته مستقلة باي زي لحد بس ما أنت بتعلمه يأكل واشرب وهو خلاص شكرا فاللي أنت بتزرعه فيه هو ده اللي من باب الاستقلال إن أنت تراعي يعني أنا إبني شخصية مستقلة تلاقي الأم لأ أنا هأكلك لأ أنا هلبسك وهو عايز يعمل ده لوحده بتلاقيه بيفرق وبيزقها عايز يجرب الحياة أو لما بتلاقيه مثلا بدأ يتساند هو عايز يمشي لوحده اوعي بتشيله لا أسيبيني عايز أروح لوحده أسيبه واتدله المساحة وأمن الدنيا من حواليه وده الصح إن أنا بسلح أولادي وبعمل وقاية قبل ما عفو مشكلة وعمل علاج خد بالك إن الحياة فيها كده وكده وكده وهتقابل كده وكده مش برفض صلوك ابني اللي دخلي بيه ممكن تلاقيه أولاد صوتها عالي جوال كلاس بيردوا ردود مش كويسة إحنا مش بنعمل الحاجات دي أنا بحب صاحبك فلان أنا بحب زميلتك فلانة بس عندي مشكلة مع صلوكياتهم لأ إحنا بنرفض صلوك مش بنرفض شخصية ابني لما بيتعود على كده وبيكبر على كده هيطلع الشخصيات السوية مش اللي إحنا بنشتكي منهم اللي إما بيعلقوا على السوشيال ميديا إيه ابني أنت بترفض ليه يعني أنت بتشتم ليه طيب ما بحترمش رأي الآخر أنا باشتم للشتيمة لأنه أنت مش زي بنتها خلاص أنت أقل مني وأنت شخص سي شوفنا دول أوقات كتير طرابات سيسية بالضبط أنا مش متعود أحترم الرأي الآخر لأنه أنت معادي ليه وبكرهك طب بتكرهني عشان معاكس لك في الرأي ما فيش حاجة بتقول كده أبدا التطرف في الرأي بالضبط فبالتالي أنا بأمن محيط ابني وبدي له وقاية وبعد كيب سيب ويستقل صحيح يعني بنشكرك دكتورة سيهم حسن أخصائي نفسي وتعديل السلوك يعني دايماً بتفدينا بمعلوماتك ودايماً بنتعلم منك حاجة جديدة أنا النهاردة تعلمت منك حاجة جديدة وأكيد مشاهدين كمان وشكرك مرة تانية على وجودك معنا